ووصلوا العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الرابع وثلاثين حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات ضمرت بسواريخ بروز خزانة وقود في منطقة ريفني كانت تزاود المعدات العسكرية الأوكرانية العاملة في ضواحي كييفا وأوضح البيان أن سلاح الجو الروسي استهدف 68 منشاءة عسكرية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها صدت هجمات للجيش الروسي في اتجاه دانيتسك ولوغانيسك وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير عدد من الدبابات والوحدات الآلية للجيش الروسي فضلا عن سقوط خسائر في الأرواح وفقا للبيان واتهمت كييف الجيش الروسي بمواصلة شن ضربات صاروخية لتدمير البنية التحتية والمناطق السكانية في المدن الأوكرانية بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر